السابع مساء في بغداد طابت أوقاتكم وأهلا بكم مشاهدين إلى نشرة مساء العراق والبداية مع العناوين البنتاجون يكشف عن إصابة جنديين أمريكيين خلال عملية عسكرية مشتركة استهدفت قيادين في تنظيم داعش بالعراق رئاسة الجمهورية تدعو جميع الأطراف السياسية في قليم كردستان إلى جلوس على طاولة الحوار الوطني والإسراع بتشكيل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عفي حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة ويكلف محمد اللامي رئيسا لها وفي ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد السوداني ومحمد بن سلمان يبحثان عقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث وتداعيتها كانت هذه أبرز عنوين نشرة مساء العراق أهلا بكم مجددا قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات ريدر إن جنديين أمريكين أصيبا في العملية التي نفذتها قوات الأمن العراقية بالتعاون مع قوات التحالف مؤخرا وأسفرت عن مقتل عدد من قيادات التنظيم وعلى رأسهم يسمى بوهل العراق المدعو جاسم المزروعي وأشار ريدر إلى أن كلا الجنديين في حالة مستقرة ويخضعان للعلاج نفذت القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية غارة مشتركة في العراق استهدفت العديد من كبار قادة داعش وأسفرت عن مقتل العديد منهم لا يزال تحليل ما بعد المهمة جاريا لذا سنقدم المزيد من التفاصيل بمجرد حصولنا على معلومات مؤكدة مشاهدين وحول الموضوع ينضم إلينا من العاصمة واشنطن سيد مارك كيمت مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية مرحبا بك سيد كيمت بداية نتسأل ما هي تفاصيل العملية العسكرية المشتركة ضد داعش والتي أعلن البنتاجون أنها أدت إلى إصابة جنديين أمريكيين في هذه العملية نعم أولا ليس لدينا تفصيلات هامة حول الغارة ولكن هذه ممارسة شائعة بالنسبة لأي مكان تتواجد فيه داعش بالنسبة للتشابه مع غارات سابقة قوات الشركاء يذهبون إلى أماكن خطيرة وأماكن تختبئ بها عناصر داعش وفيها العملية التي حدثت على الأقل أمريكيين وعدد من العراقيين جرحوا في هذه العملية نعم سيد كيمت هناك إصابات لجنود أمريكيين في السابق قبل ثلاثة أسابيع في الأنبار واليوم كذلك نشهد أن هناك جنود أمريكان أصيبوا في عمليات مشتركة مع القوات العراقية ضد داعش نتسأل هنا سيد كيمت هل داعش لديها قوة في المنطقة أو عادت إلى المشهد في العراق اليوم في آخر عملية في الجبال كانت هذه منطقة القاعدة عملت فيها لسنوات وهي ما بين صلاح الدين وديالا وكاركوك ويعرف عنها أنها منطقة محل خلاف والحكومة ليست لديها سيطرة كاملة نتيجة للمناقشات السياسية السابقة بشأن من يسيطر عليها هذه هي المناطق التي تمكنت داعش والقاعدة من العثور على ملاجئ آمنة فيها كانت هناك هجمات مختلفة في هذه الجبال على مر السنين وأنا لا أعتقد بالضرورة أن هذا يشير إلى أن الهجوم الأخير كان عبارة عن تصعيد في العمليات وإنما ربما المعلومات الاستخباراتية أصبحت أكثر جودة بالنسبة للقوات العراقية كي تقوم بقتل عناصر داعش أعتقد أن عدد العمليات لا يبعث على القلق ولا يشير إلى الصعود ونهوض في نشاط داعش والقاعدة سيد كمت إعلان البنتاجون عن إصابة جنديين أمريكيين في هذه العملية نتسأل هنا هل تشارق قوات التحالف بجنود على الأرض الرغم من أن جانب العراقي أعلن أن دور التحالف هو دور استشاري فقط وليس ميداني يعني عسكري ميداني في دخول الجنود عندما نقوم بعمليات مع قوات الأمن العراقية بمعنى إعطاء المشورة والنصح ربما هذه القوات الخاصة كانت تقوم بدور استشاري والأمر يعود إلى العدو عندما يبدأ القتال الأمر لا يعود إلى الأمريكيين والعراقيين وبالتالي ليست لدينا التفصيلات ربما كان هذا عبارة عن عبوة متفجرة ولكن لا يوحي هذا بالضرورة أنه كانت هناك عملية قتالية بين قوات الأمن العراقية والعناصر المعادية ربما هذه عملية مزدوجة تمت بناء على اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق ولكن ربما لم يكن هناك دور قتالي والأمريكيون كانوا فقط يعطون المشورة يعني هناك كذلك مع إعلان عن إصابة جنديين هناك دعوات في العراق لإنهاء عمل قوات التحالف والانتقال إلى شراكة أمنية جديدة هل يرى الجانب الأمريكي أن القوات الأمنية العراقية قادرة على محاربة داعش منفردة؟ من الواضح أن هناك اتفاقيات بالنسبة لهذا هذا لا يعني أن القوات الأجنبية تعمل مع قوات الأمن العراقية في التدريب والمشورة عاد أن الاتفاقيات المستقبلية ستكون ثنائية ما بين بلد وبلد أو دولة ودولة وليس مجموعة أو تحالف داخل العراق هذا هو الموقف الذي كان لنا في العراق منذ مغادرة القوات الأمريكية حتى 2014 عندما عادت القوات الأمريكية إذن هناك فترة من ست سنوات الولايات المتحدة عملت فيها في العراق بناء على اتفاقيات ثنائية أنا أرى أن نهاية التحالف لا يعني أنه لن تكون هناك علاقات عسكرية ثنائية بين قواتنا وهل تنسق سيد كمت الولايات المتحدة وقوات التحالف مع مختلف الأجهزة الأمنية إذا كانت الأجهزة الأمنية العراقية والدول الأقليمية إلى أي مدى يكون هناك تنسيق للقضاء على الإرهاب والحركات التي تهدد الأمن والسلم في العراق والمنطقة هناك تنسيق وثيق تنسيق عسكري لا يعني بالضرورة وجود جنود على الأرض هذا قد يعني أن جنودنا وجنود التحالف يعملون داخل مراكز العمليات للقوات العراقية ويوفرون المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي والمعدات للقوات العراقية عندما نتحدث عن التعاون العسكري هذا يتجاوز عناصر عسكرية على الأرض وربما الأهم هو توفير المعلومات الاستخباراتية والتدريب وإعطاء المشهورة والمساعدات بدلا من وجود قوات أمريكية مقاتلة يعني سيد كمت هناك من الجانب الأمريكي متابعة للأموال على كافة المستويات نتساءل من أين يمول داعش هل هي جهات تمويل داخلية هل رصدتم أي تحركات لتمويل هذا التنظيم هل هي جهات داخلية أم جهات خارجية كيف يتم تمويل هذه الجماعات الإرهابية وإمكانها تنفيذ عمليات في مختلف المحافظات في العراق حكومتي وعلاقاتها قديمة منذ سنوات وقبل أن أكون في الحكومة عندما كنت هناك رأيت داعش والقاعدة يحصلون على أموال من الاتجار ومن العبودية وفرض الضرائب على السكان المحليين ومصادرة ممتلكات يستخدمون هذا لجمع الأموال ومما يحزن أن هناك دول أجنبية تدعمهم ولكن بالشكل الأساسي الأموال تأتي من العمليات غير القانونية خاصة في مجال التهريب نعم من العاصمة واشنطن سيد مارك كيمت مساعد وزير الخارجي الأمريكي الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية كنت معنا ضيفا كريما شكرا جزيلا سيدي لانضمامك إلينا شكرا جزيلا سيدي لانضمامك إلينا دعت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف السياسية في أقليم كردستان إلى جلوسي على طاولة الحوار لتشكيل حكومة الأقليم مؤكدة أمية احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب وشدد بيان لرئاسة الجمهورية على ضرورة تشكيل حكومة الأقليم على أسس تضع خدمة الشعب في مقدمة أولوياتها وتعمل على تعزيز عمليات البناء والإعمار ودعم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وأكدت رئاسة الجمهورية بحسب البيان دعمها لاستكمال المسار الدستوري والديمقراطي في أقليم كردستان بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق التطلعات في التنمية والازدهار والتقدم وللحديث عن شكل التحالفات ودعوة رئيس الجمهورية انضم إلينا من أربيل مراسلنا يوسف الحسيني مرحبا بك يوسف هناك دعوة من قبل رئيس الجمهورية للإسراع بالتشكيل حكومة تقليم كردستان نتساءل هنا ما هي السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة في كردستان نعم ياسر بداية كل الأطراف السياسية متفاجئة من نتائج الانتخابات لم يحصل حزن من الأحزاب التي شاركت في انتخابات مرنمان في كردستان العراق على عدد المقعد الذي كانت تتمنى وخاصة الحزب الديموقراطي الكردستاني كان يتوقع أن يحصل على 51 مقعد بمعنى النصف زائد واحد كل ما حصل عليه هو 39 مقعد بالمرتبة الثانية جاء الاتحاد الوطني الكردستاني بعدد أقل من ذلك بكثير هذا الأمر دفع في نهاية المطاف كل الكتاب السياسية لأن تكون محشورة بزاوية بأن لا انعقاد لبرلمان إردين كردستاني العراق ولا حديث عن تشكيل حكومة ولا حديث عن رئاسة إردين إلا بحصول توافق جماعي يعني على الحزب الديموقراطي الكردستاني بصفته الفائز الأول أن يجد تحالفات هي الأقرب يعني إليه لكي يتعدى العتب المطلوبة للحصول على الأغلبية داخل مجلس النواب العراقي الخيار الروح من حيث المبدأ هو التحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لكن بالأولى الأخيرة الديموقراطي الكردستاني يعني عزلته أداوة كبيرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني وكان الهجوم شرسا ولاذعا ما بين الطرفين إذن بعض المراقبين يرجح أن يذهب الديموقراطي الكردستاني إلى التحالف مع الفائزين الثاني والثالث وربما حتى الرابع لكي يقوم بعملية عزل الاتحاد الوطني الكردستاني وجعله منفردا في إدارة أو تواجد هذا الحزب بداخل مجلس نواب أقليم الكردستاني العراق هذا الموضوع معقد للغاية حتى الآن لا يمكن الرسول إلى النتائج التي أعلن لأن هناك العديد من الاعتراضات والشكاوى قدمت هذه الاعتراضات والشكاوى في حال أن أسفرت عن حصول عملية تغيير فأن الخارطة السياسية ربما تشهد تغييرا طفيفا جدا يعني هذا التغيير طفيف لربما لا يتجاوز المقعدين لكن بشكل عام الصورة الإجمالية قد اتضحت ولكن لا يمكن القول بأن العدد المعلن من عدد مقاعد الأحزاب المتنافسة هو ثابت وإنما بانتظار حسم الطعون والشكاوى لكي يقال بأن النتائج أصمحت نهائية ومن ثم يذهب بردمان أقليل كردستان إلى الإعقاد والبحث عن تحالف طيب يوسف يعني بما ذكرته يبدو أن هناك سيناريوهات متعددة لا يمكن البت بيها في الوقت الحالي نتساءل هنا هل من الممكن أن يكون هناك مماطلة وتأخير في تشكيل الحكومة على الرغم أن هناك دعوات دولية ومحلية بضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت هو عمليا هناك تخوف من أن تشهد عملية تشكيل حكومة كردستان العراق وانتخاب بردمان الأقليم لرئيس أقليم كردستان العراق هناك تخوف كبير من أن تشهد هذه العملية يعني عرقلة كبيرة خاصة وعند التحالفات وعند التحالفات ليست بسهلة ما بين الأطراف المتخاصة حجم الخلاف السياسي داخل البيت الكردي هو عميق جدا وحله يتطلب تقديم تنازلات في جانب منها مؤلم وفي جانب منها آخر كبير من جميع الأطراف وبحسب المراقبين فأن كل الأطراف السياسية الكردستانية متحفظة في جزئية تقديم التنازلات هذا الموضوع أثار حفظة بعض الأطراف خصوصا المراقبين يتوقعون أن يكون هناك دخول للحكومة العراقية على الخط لحسب أي خلاف متوقع مرتقب بين هذه الأطراف الكردستانية وقد يتقور الأمر لاحقا إلى حصول دعوات دولية أو نوعا ما تدخل دولي للضغط على الأطراف الكردستانية للوصول إلى صيحة توافقية تخرج الأقليم من حالة الانسجداد السياسي وهذا كما حدث سابقا في التوجه نحو الانتخابات يوسف الحسيني مراسلنا من أربيل كنت معنا شكرا جزيلا للتفاصيل مشاهدين بعد الفاصل نتابع الجيش التركي يستهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة والمصنف على لوائح الأرهاب في شمال العراق من جديد أهلا بكم علمت الحرة من مصدر مطلع في حكومة محافظة دوهوك المحلية رفض الكشف عن هويته أن طائرات مقاتلة تركية شنت ضربات جوية متعددة على قمم جبال متينة المطلة على قضاء العمادية التابع لمحافظة دوهوك وبيّن المصدر أن القصف التركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة والمصنف على لوائح الأرهاب وبحسب المصدر ذاته فإن القصف طال القمم الجبالي المطلع على قريتي كوهرزي وابلافا من دون أي يبين فيما لو أن القصف أسفر عن خسائر بشرية أو مادية أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القاء القبض على 21 متهما وغلق عدد من صالات في العاصمة بغداد وذكر جهازه في بيان أنه وفي إطار العمليات الأمنية المستمرة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضبط متهما بتشغيل وإدارة ألعاب القمار غير القانونية في صالات خاصة وشقق سكنية موزعة بين مناطق مختلفة شهدت محافظة ميسان في العراق تراجعا ملحوظا في نسبة النزاعات العشائرية ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهات الأمنية فقد انخفضت النزاعات العشائرية بمعدل 70% ويعزى هذا التراجع على جهود متعددة شملت حملات أمنية مكثفة وستراتيجية لفرض القانون إلى جنب التفاهمات العشائرية وتعزيز دور القضاء من عكس إيجابا على استقرار الوضع الأمني في المحافظة مسؤولون قالوا أن محافظة ميسان عهنت لسنوات من معدلات عالية للنزاعات العشائرية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط ضحايا كلف رئيس الوزراء العراقي محمد الشاعر السوداني محمد علي اللامي في منصب رئيس هيئة النزاها خلفا لحيدر حنون ووفقا لبيان مكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فقد صوت المجلس على تعيين حنون مستشارا بدرجة خاصة في وزارة العدل ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت على القرار فيما يعد اللامي أقدم مدير عام في هيئة النزاها ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاها ومعنا من العاصمة بغداد مراسلنا من هناك سرمد القاس مرحبا بك سرمد إذن تعيين محمد اللامي خلفا لحيدر حنون رئيس هيئة النزاها ما هي أبعاد هذا القرار؟ الواقع التيثير السياسي له أثر كبير على مسألة تعيين بديل عن حيدر حنون رغم أن الأخير قال في مؤتمر صحفي بأن هناك ضغوطات وأن هيئة النزاها هي مستضعفة وكان يتوقع كما يقول مقربون منه أو حتى على المستوى السياسي كان يتوقع أيضا استضافة من مجلس النواب للمعرفة الكاملة ولتوضيح كل ما يتعلق بعمل هيئة النزاها والضغوط التي تمارس ضدها وكذلك أيضا فيما يتصل بعملية ملاحقات المتهمين بتهريب أو بالاختلاص مبالغ كبيرة على طار سرقة القرن لكن هذا لم يحصل وبالتالي هناك أولا فيما يتعلق بكواليس هذا الاختيار عن حيدر حنون مدينة عن حيدر حنون هو أولا تم وفق موافقة من قبل رئيس الوزراء هذا في الجانب الفني لكن الضغوطات السياسية يبدو أن لها دور كمير في عملية سبدال حيدر حنون عين هو الآن مستشارا في وزارة العدل لا يمكن له العودة لمجلس القضاء نظرا لما تحدث به بشأن القضاء وبالتالي فتح تحقيق ببسرة التسريبات الصوتية وكذلك أيضا استهداف القاضي أو الحديث عن القاضي ضياء جعفر وهو صهر فائق زيدان وهذا يعني بأن هناك عملية اتهامات متبادلة ما بين الطرفين كذلك أيضا هو قدم إفادة لدى مجلس القضاء فيما يتعلق أو لدى القضاء فيما يتعلق بمسرة التسريبات الصوتية التي انتشرت له عقب المؤتمر الصحفي الذي أقامه في بغداد هذا فيما يتصل بالقضية ككل لكن مصادر مقربة تذكر لنا بأنه بعد مؤتمر أربيل بالضبط كانت هناك خشية من مغادرة حيدر حنون لمؤتمر دولي يعقد خارج العراق وبالتالي يعود وثم يكتشب بأن هناك ضغوط على رئيس الوزراء من جلس السبدالة لكن الأخير سمح له بالذهاب إلى المؤتمر الصحفي أو المؤتمر الدولي ثم عاده بعد ذلك أتمن المهام في نوع من الإقامة الجبرية خشية من استهدافها نتحدث بشكل يعني بمعلومات موثوقة من قبل مصادر لنا داخل هيئة النزاهة هذه العملية بالمجمل العودة من أربيل ثم نوع من الإقامة الجبرية ثم فتك تحقيق ثم استدعالة القضاء ثم تقديم إفادة كل هذه القتب ضلالها طبعا تدخلت أطراف سياسية رأت في أن حيدر حنون لا يصدح لهذا المنصب إذن أطراف سياسية وضغوطات كذلك يبدو أنها سياسية هل هذه الضغوطات من الممكن أن تستقدم الرئيس الجديد للنزاهة للبرلمان وكذلك البحث في القضايا المختلفة التي رصدها حنون سابقا بضمنها صفقة القرن يعني مثلا نعم وهذا وارد جدا وأيضا الحديث هنا الآن عن هيئة ثانية يجري الإعداد لها للإطاحة برئيسها باعتبار أنه يتصل بشكل أو بآخر بقضية التجسس داخل مكتب رئيس الوزراء ونتحدث عن أطراف سياسية تضغط قوة لاستبدال رؤساء هيئات رغم أنهم لا يمتلكون القدرة الكافية باعتبار أن الهيئات هي تخضع مباشرة لرقابة من قبل مجلس النواب يعين رئيس الهيئة من قبل رئيس الوزراء لكن الرقابة علىها رئيس الهيئة هي من صلاحيات مجلس النواب ومتالي لو كانت هناك إقالة أو استبدال أو حتى استجواب يتم العمل بها داخل مجلس النواب وفق الآليات الرقابية لكن بالنهاية الصوت السياسي الحاكم في هذه المواضيع واضح جدا ياسر من خلال أنه يتم تكليف استبعاد رئيس هيئة وتكليف آخر بتوقيع بصيط أو حتى باتفاق سياسي هذه الضغوط يتضع أيضا رئيس الوزراء في دائرة الضغوط باعتبار أن الإطار التنسيقي واحد من الجهات التي تضغط بها الرسالة ولا نتحدث فقط عن إطار التنسيقي باعتبار أن هيئة النزاهة وواحدة من الجهات التي تتصارى عليها القوى السياسية من أجل إما التغطية على ملافات فساد أو على أقل تقدير عدم التحدث بها أمام الإعلام والكل ذهب بهذا انتجاه بأن حيدر حنون لا يجب أن يتحدث أمام الإعلام وبتالي لو كانت هناك مشاكل على مستوى عدم إغلاق ملافات أو تشترك بها جهات سياسية يجب أن يكون الأمر محصور ومناط بلقاء مباشر مع رئيس الوزراء أو حتى يتم تسوية الأمر داخل الغرف المظلمة كما يقال سرما دلقاص مراسلنا من بغداد شكرا جزيلا لك على المتابعة وسرد التفاصيل بحث رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعداد لعقد قمة إسلامية بشأن التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن الجانبين بحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر وبدل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان وتطرق الحديث أيضا إلى العلاقات الثنائية وسبول تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والعمل على تنمية الشراكات الثنائية وتنسيق المواقف من أجل مواجهة التحديات المشتركة بحسب البيانة من العاصمة بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي سيد إحسان الشمري مرحبا بك سيد إحسان نتساءل بداية ما هي أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاتصال بين رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وما هو تقييمكم لهذا الاتصال شكرا على الاستضافة الملفات التي تم بحثها مثل ما أشرتم يعني التنسيق لقمة إسلامية خصوصا وأن العراق يحاول أن يلتحق بمسار المبادرات التي أطلقت يعني مؤخرا لأجل حل السراع الدائر سواء في غزة أو حتى في جنوب لبنان الأمر الآخر أو الملف الثاني هو طبيعة زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى المملكة العربية السعودية وبالتالي العراق نقل رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يبين موقفه عن طبيعة الصفقة التي يتم الإعداد لها أو التشوية التي يتم الإعداد لها الأمر الثالث في هذا الاتصال هو مناقشة طبيعة الجهود والمواقف المشتركة خصوصا وأن المملكة العربية السعودية مؤخرا يعني تصدرت الدول التي يمكن من خلالها تبريد المنطقة بشكل كامل يعني لقاء وزير الخارجية الإيراني مع الأمير محمد بن سلمان هنا انزيارة ولي العهد إلى مصر هذه كلها كانت ضمن عملية الاتصال تركز يعني بشكل كامل على هذه القضايا طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار المخاوف العراقية لا تزال حاضرة من إمكانية استهداف يعني العراق وحتى إيران ولذلك قد يبدو من المهم جدا في هذا الوقت يعني التنسيق المواقف مع الرياض طيب يعني سيد حسان هناك حديث عن قمة إسلامية مقترحة في هذا الاتصال إلى أي مدى ممكن أن تحقق القمة المرتقبة تغييرا مثلا ملموسا في الأوضاع الحالية يعني مع كل الاحترام لهذه الرغبة العراقية لكن لا أتصور أنها يمكن أن تحقق الرغبة العراقية أو حتى ما يمكن أن تطرح هذه القمة من مقاربات حلول على اعتبار أن إسرائيل لا تزال متمسكة بخيار يعني تطبيق القرارات الأممية أو حتى خيار الحرب وإنها ما تعتبره يهدد منها القوم فهذا من جانب من جانب آخر يعني حتى وأن ذهبت القمة الإسلامية نحو اتخاذ موقف أو حتى مبادرة أنا أعتقد أنها يجب أن تمر من خلال منظمات دولية على أقل تقدير الأمر الثالث أنا أعتقد أن أقصى ما يمكن أن تذهب إلي هذه القمة الإسلامية هو يعني بيانات الشجب والاستنكار أو حتى مطالبة إسرائيل بوقف القتال سواء في غزة أو حتى في جنوب لبنان وعدم التصعيد لذلك لا أتوقع بأنها ستحدث فارقا حتى وأن عقدت يعني تحدثت سيد حسان عن موضوع مهم وهو مزامنة الاتصال الاتصال السوداني بولي العهد السعودي بزيارة بلينكين كذلك والأوضاع في المنطقة بشكل عام نتسأل ما هي الخطوات العملية من الممكنة التي يتخذها العراق والسعودية لإنهاء الحرب المستمرة في غزة ولبنان هو مسار دبلوماسي وأنا أعتقد أن المملكة سبق وانطرحت مبادرة وهي مبادرة التحالف دولي لإعلان دولة فلسطين هذا أنا أعتقد أنه قد يجد قبولا خصوصا وأن هناك تحالف كبير أوروبي عربي هذا مهم جدا أضف إلى ذلك يمكن من خلال العراق وهذا مهم جدا أن يكون هناك حديث وضغط عراقي كبير أولا على الفصائل المسلحة من أن لا تنخرط في هذه الحرب وبالتالي تجنب الجغرافية العراقية فضلا عن ذلك أيضا حديث بشكل مباشر مع إيران على أن توقف عمليات التصعيد أو حتى الدعم في جنوب لبنان والقناعة بضرورة الحل السياسي أنا أعتقد هذا هو المسار الوحيد يعني لا يمتلك العراق القدرة على التأثير يعني خصوصا وهو أصبح من ضمن بنك الأهداف الإسرائيل وبالتالي أنا أعتقد تنسيق المواقف مهم ما بين بغداد والرياض في هذا الوقت لتفعيل المسار الدبلوماسي وفيما يبدو بأن زيارة وزير خارجية بلينك تبين بأن المسار الدبلوماسي السياسي يعني بدأ يتصاعد في هذا الوقت طيب يعني هل هناك سيد حسان مجالات أخرى يمكن أن تشهد تعاونا مشتركا بين العراق والسعودي نتحدث هنا عن من الممكن اقتصاديا أمنيا وحتى في أمن الطاقة السعودية تمتلك الرغبة الكبيرة جدا في هذه الملفات التي طرحتها وعلينا العودة إلى المجلس التنسيق العراق السعودي وهو يعني يستند إلى أرضية صلبة من مذكرات تفاهم وحتى اتفاقيات ما بين البلدين أنا أعتقد أنه من المهم جدا للعراق أن يذهب باتجاه السعودية خصوصا وأن هناك اتفاقية الطاقة تحدث عن الكهرباء تحدث عن قضية الاستثمارات السعودية يمكن أن تكون فاعلة في الداخل العراقي لكن الأمر يتوقف على قرار داخلي الرغبة متواجدة لدى أغلب الحكومات العراقية لكن هناك إرادة سياسية تمنع هذا التفعيل للدور الاقتصادي السعودي في الداخل العراقي سيد إحسان موقع العراق الجغرافي والأزمات التي تشهدها المنطقة وكذلك حاجة العراق إلى التعاون الدولي كيف يمكن أن يعزز العراق دوره في المبادرات الأقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام عراق يمتلك موقعا وحتى بعدها جيو استراتيجيا مهما لكن من المؤسف جدا أنه لم يعمل على استثمار كل ما يمتلكه من قدرات سواء على مستوى امتلاكه علاقات نادرة مع إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية مع دول يعني غربية وعربية لكن أعتقد أنه بحاجة إلى مزيد من ممارسة دور سياسي وأيضا عليه على أقل تقدير أن يعود إلى مبدأ التوازن خصوصا وأن القوى الشبه رسمية تحدث عن الفصال المسلحة التي تشكل المعادلة الحالية أنا أعتقد أنه يجب أن يتحرك على الأرض لكي يستعيد أو يرمم صورته الخارجية يمتلك القدرة وأيضا يمتلك كل الإمكانيات لكن مرة أخرى أقول المشكلة هي داخلية لغرض استعادة هذا الدور المهم جدا نعم سيد أحسان الشماري المحلل السياسي من بغداد كنت معنا ضيفا كريما شكرا جزيلا سيد لنظيمة بك إلينا شكرا مشاهدين الأخبار العربية والعالمية بعد الفاصل وفيها بلينكين يقول إن السعودية ستكون في قلب التغيير بما يشمل احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل رغم التوترات التي تشهدها المنطقة من جديد أهلا بكم والآن إلى أخبار العربية والعالمية بدأ وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى سعودية ضمن جولة إقليمية يسعى خلالها إلى البحث في وقف إطلاق النار في غزة والتقى بلينكين نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصم الرياض بعد يوم من المباحثات في إسرائيل أولى محطة جولته حيث أكد هناك أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة وأشار بلينكين إلى أن سعودية ستكون في قلب التغيير بما يشمل احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل رغم التوترات التي تشهدها المنطقة أذى وقال بلينكين أن إسرائيل تحتاج لأن تمضي قدما في تحقيق نجاح استراتيجي دائم وحثها على السعي نحو إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة عشرات الرهائن وأضاف بلينكين في تصريحات صحفية قبل سفره من إسرائيل إلى السعودية أضاف أن الولايات المتحدة ترفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة مشددا على أن هذه هي سياسة حكومة إسرائيل وسياسة الولايات المتحدة نرفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة قلت ذلك في توكيو منذ عام وهذه تبقى سياسة الولايات المتحدة وحسب مفهومي هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية أيضا هذا ما سمعته من رئيس الوزراء الإسرائيلي مهما يقول الجنرالات المتعاقدون أو بعض أعضاء الحكومة هذه ليست سياسة حكومة إسرائيل وليست سياسة الولايات المتحدة وزير الخارجي الأمريكي شدد على أن هناك تقدم في موضوع إيصال المساعدات إلى غزة لكنه ليس كافي على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع وإدخال المزيد من المساعدات لغزة وتوزيعها داخل غزة هناك الكثير من التحديات التي تحول دون إيصال هذه المساعدات كالنهب وانعدام القوانين هناك تقدم في إيصال المساعدات إلى غزة لكنه ليس كافيا أفاد مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي شن صباح اليوم سلسلة غارة جوية استهدفت بلدة ديرسريان ومدينة الخيام في القطاع الشرقي كما تعرضت بلدة الطيبة لغارة جوية عنيفة وفي إقليم التفاح استهدفت طيران الحربي بلدة عين بوسوار بغارتين بجانب استهداف بلدة أرنون في قضاء النبطية من جانبها أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتلة تسعة عشر شخصا وإصابت أكثر من ثلاثين آخرين بغارة إسرائيلية جوية مسائية على محافظات نبطية وجنوب وبعلبك والهرمل جنوبي وشرقي لبنان من جهة يعلن حزب الله المدرج على لواحي الإرهاب في دول عديدة بينها الولايات المتحدة استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بين بلدتين العديسة ورب ثلاثين برشقة صاروخية أفاد مراسل الحرة في تل أبيب بإطلاق أكثر من عشرين قذيفة صاروخية على الجليل وخليج حيفا دون وقوع إصابات بشرية مع تسجيل أضرر طفيفة في مصنع قرب كريات بيالك ومصنع آخر بالقرب من عكا في شأن متصل أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة لوالي احتياط عملياته البرية المركزة والمحدودة في جنوب لبنان مشيرا إلى أن قواته عثرت خلال الأيام القليلة الماضية على فتحات أنفاق وبنى تحتية لحزب الله وقضت على عشرات المسلحين وأكد بيان لجيش الإسرائيلي عثور جنود على مستودع للأسلحة وقاذفات قنابل يدوية وصواريخ مضادة للدروع وصواريخ كورنيت وأسلحة أخرى مخبأة داخل مسجد وسط حيسكني مشيرا إلى أنه تمت مصادرة جميع الأسلحة التي تم العثور عليها وتدميرها حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينا بيربوغ من أن لبنان على شفى الانهيار وقالت الوزيرة الألمانية لدى وصولها إلى بيروت إن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ينتهك القانون الإنساني والدولي وأضفت بيربوغ أن حزب الله يختبئ وراء المدنيين ويواصل أطلاق الصواريخ على إسرائيل لكنها حذرت أيضا من أن إسرائيل يجب أن تعمل ضمن الحدود الضيقة لحق الدفاع عن النفس والقانون الإنساني الدولي قال وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالنت إن العالم سيدرك ما قامت به إسرائيل من استعدادات بعدما تضرب إيران وأضف جالنت في بيان مصور خلال أزيارة لقاعدة جوية أضاف أنه بعد أن تهاجم بلاده إيران سيدركون في إسرائيل وفي مناطق أخرى ما الذي تضمنته عملية التحضير والترتيبات والاستعداد أعلنت أعلنت الخطوط أجوية الألمانية لوفت هانزا أنها قررت تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل وصام خوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وذكرت مجموعة لوفت هانزا التي تضم الخطوط الجوية السويسرية والخطوط النمساوية أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى الحد والثلاثين من يناير والرحلات من بيروت وإليها حتى الثامن والعشرين من فبراير قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة عشر آخرون بجروح اليوم الأربعاء في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لإصناعات الفضاء قرب العاصمة أنقرة حسب ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يارليكاية وقال الوزير في تصريحا صحفي إنه تم تحييد من وصفهم بالإرهابيين من دون أو إرهابيين من دون أن يحدد أن تم إلقاء القبض عليهم أو قتلهما أو ما إذا كان هناك مهاجمون آخرون أعلن الجيش السوداني سيطر على مدينة الدندر في ولاة سنار عقب اشتباكات ضارية مع قوات الدعم السريع التي أحكمت قبضتها على المدينة لأشهر في الأثناء بث عسكريون تابعون للجيش مقاطع فيديو لدخولهم جامعة المشرق في العاصمة الخرطوم والتي كانت إحدى مقار قوات الدعم السريع إلى ذلك قتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون بهجوم للدعم السريع على قرية سفيتاء الغنومب بحسب بيان التجمعي نداء الوسط في السودان والذي أفاد بأن هذه القوات وصلت هجماتها على القرى والمدن شرق ولاية الجزيرة قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن هناك أدلة على وجود قوات كورية شمالية في روسيا وتساءل أوستن في مؤتمر صحفي عقده في روما عن سبب وجود قوات من كوريا شمالية في روسيا لكنه أضاف أن القضية تحتاج إلى تحليل لفهم ما تفعله تلك القوات هناك مرحبا يواصلوا محللون النظر في هذا الآن إننا نرى أدلة على أن هناك قوات كورية شمالية ذهبت إلى روسيا ماذا يفعلون هناك بالضبط سنرى ذلك لاحقا لكن كما تعلمون بينما نواصل النظر في هذا هناك أدلة على وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا أدلة أكثر من 15 مليون أمريكي بأصوتهم فيما يعرف بالتسويت المبكر وذلك قبل سبعين من موعد التسويت المعتاد في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا العدد الكبير من المصوتين يدل على تغير عادات التسويت في الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا مشيرة إلى أن التسويت المبكر أصبح سمة دائمة للعملية الديمقراطية الأمريكية وسجلت العديد من الولايات مثل جورجيا ونورث كارولينا أرقاما قياسية من الناخبين في اليوم الأول من التسويت المبكر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانات يالين لكبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن إن الاقتصاد الأمريكي أصبح أقوى لأن إدارة بايدر رفضت الانعزالية وأوضحت يالين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن إدارة بايدر رفضت الانعزالية ولذلك أصبح الاقتصاد الأمريكي أقوى ووجهت في ذات الوقت انتقادا مبطنا لسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب اختتمت في مدينة دبي فعاليات المؤتمر عالمي لسلامة الأغذية تحت شعار استشراف المستقبل في سلامة الغذاء وشارك في المؤتمر أكثر من ثلاثة ألاف خبير ومختص في المجال من حول العالم ويعده باحثون من جمعيات ومعاهد أمريكية ودولية منصة للمختصين لتبادل الأفكار والابتكارات في سلامة الغذاء مع وجود أكثر من سبعمائة مليون شخص يهددهم الجوع حول العالم تبرز أهمية مؤتمر سلامة الغذاء الذي انعقد في دبي وناقش سبول تعزيز وضمان الأمن الغذائي وسط حديات ما يؤكد على أهمية ابتكار حلول إنتاج الغذائية تأثر بالصراعات تغير المناخ وأنماط للسهلاك المتغيرة هذه الضغوط تتطلب التنبؤ بالمخاطر ومعالجتها لضمان الأمن الغذائي ومنع ظهور سموم أو أمراض جديدة كما يجب توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمسهلكين لاتخاذ قرارات آمنة بشأن غذائهم تواجه البنى التحتية الحيوية تهديدات كثيرة والغذاء والزراعة من أهم المجالات التلوث والغش المتعمدان في المنتجات الغذائية يشكلان خطرا لكن وجود خطة أزمة وتقييم للضعف يمكن أن يقلل هذه المخاطر مشاركة أمريكية بارزة في المؤتمر صلت ضد ضوء على مبادرة الابتكار الزراعي بين واشنطن وأبوظبي لمواجهة تغير المناخ وتحبيز مليارات الدولارات من الاستثمارات في ممارسات الزراعة الذكية لدعم الانتاج الغذائي يستفيد القطاع الزراعي الأمريكي من دجارة سنوية تفوق 1.2 مليار دولار مع الإمارات نحن ممتنون لشراكة تعزز الغذاء وتدعم المصدرين الأمريكيين أظهر المؤتمر السنوي الذي تنظمه بلدية دبي أن استخدام الذكاء الاصطناعي يزيد جودة الانتاج الغذائي بنسبة 90% معلومات شاركتها الجمعية الدولية لحماية الغذاء والتي تقع في ولاية أيوة الأمريكية والتي تضم علماء من 60 دولة يعتبر المستهلكون سلامة الغذاء أمراً مسلماً به بينما يعمل أعضاؤنا يومياً لضمان سلامة ما يأكله الناس من خلال الأبحاث والتشريعات والتعليم شكل المؤتمر منصة لطرح حلول مبتكرة لضمان استدامة وسلامة الغذاء عالمياً وشمل برامج للطلاب لعرض أبحاثهم والتفاعل مع الخبراء وتشير الدراسات إلى أن استثمار دولار في تحسين سلامة الغذاء يمكن أن يؤدي إلى توفير يصل إلى عشرة دولارات في التكاليف الصحية المتحدثون أكدوا أهمية وجود توجهات استباقية في التعبل مع التحديات الناشئة التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي والضرورة الملحة لتوفير حلول مستدامة ومبتكرة تضمن أمن واستدامة الأنظمة الغذائية في المستقبل بلالفارس الحرة دبي في طار جهود مواجهة التغييرات المناخية شرعت الحكومة المحلية في محافظة ذيقار ودوائرها الخدمية بتشجير الطريق الدولي الرابط بين ذيقار والعاصمة بغداد بأجار مقاومة للجفاف والملوحة يأتي ذلك بهدف الحد من التصحر والتقليل من العواصف الغبارية التي تشهدها المدن خلال فصل الخريف مشروع تشجير جانبي الطريق الدولي الممتد من مدينة الناصرية إلى العاصمة العراقية بغداد حضية بدعم واسع من الوكلة الأمريكية للتنمية الدولية فضلا عن الدعم الأممي ما يسهمه بتعزيز الأحزمة الخضراء حول المدن في مناطق جنوب العراقية والحد من اتساع مساحة التصحر هناك عدة معالجات من قبل دائرة الغبار والتصحر وهي إنشاء السواتر، خناديق، تغطية الكثبان الرملية لكن هذه غير كافية هناك طريقة الأخرى هي الطريقة الحيوية طريقة زراع وتشجير طريقة زراع وتشجير يجب أن تشجر بنباتات متحملة لهذه الظروف منطقة طاعة، منطقة واسعة، شمال غرب ذيقار تمتد من محافظات المثناء باتجاه محافظة ذيقار منطقة كثبان الرملية مزعجة حقيقة بدأت الدراسة بها في سنة الـ 21 اصدار أمر ديواني بإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء وبتوجيه الوزارة الزراعة بأنه لمعالجة هذه المشكلة البيئية الخطيرة جهود مكافحة التصحر والتخفيف من أثر التدهور المناخي تتواصل في العديد من مناطق العراق لمواجهة التغيرات المناخية وأثارها من خلال زراعة نباتات مقاومة للجفاف والملوحة لتثبيت الكثبان الرملية والتقليل من عدد العواصف الغبارية التي تشهدها المدن العراقية يعني أجواء محافظة ذيقار على مدار العام بحسب المختصين أن هناك أكثر من 300 عاصفة غبارية على مدى العام وبالتالي هذه التداعيات البيئية كبيرة على محافظة ذيقار والتي تستدعي تنفيذ مثل هكذا مشروع مشروع تثبيت الكثبان الرملية لإنشاء الحزام الأخضر على طريق المرور السريع بصرة بغداد من المعروف أنه محافظة المثنى ومحافظة الذيقار من المحافظات المتأثرة تأثيرا كاملا بالكثبان الرملية المتحركة وخاصة في فصل الصيف إضافة إلى النفط القطاع المحطة الرئيسية الموجودة المصدر الرئيسي للبلد ويعد العراق واحدا من الدول الخمس الأكثر تضررا بالتغيرات المناخية ويتجلى ذلك في شح المياه والجفاف وأتقلص المساحات الزراعية فيما ترى الأمم المتحدة إن هذه التحديات باتت تهدد الأمن الغذائي والصحي والبيئي والمجتمعي نجح العابدي الحرة مشاهدين في قصة تحدي شقيقان عراقيان ينجحان بزراعة شجرة الموز في أطراف مدينة بعقوبة شرقي البلاد وسط آمال بإدخال منتوجهما للأسواق المحلية ومنافسة المنتوج المستورد في الوقت ذاته أبدت أجهات الزراعية استعدادها لدعم مشروع الشقيقين في حال اعتمادهما المعايير العلمية في زراعة هذه الفاكهة على الرغم من أنها فاكهة استوائية وتحتاج إلى ظروف مناخية خاصة غير متوفرة في العراق إلا أن الشقيقين أحمد ومحمد أصر على إنجاح تجربتهما بزراعة أشجار الموز في بستانهما بمحافظة ديالا على أمل عرض منتجاتهما بالسوق العراقية قريبا وجني أرباح جهدهما تواصلنا مع خبير لبناني والحمد لله والشكر علمنا شون زراعتها وكملنا وبداية السنة والحمد لله أصفار عندنا وكان إنتاجها كل شيء له وصار من بدل الأثنين صاروا الخير من الله قاله والموز يحتاج ماء وهذه النوعية ما تتلمزل عندنا ما تحتاج ماء حال حال البرتقال قبل خمسة أيام جينا لقيناها ذا بليل إذا شوف الورق مالته فسويناها قصيناها حتى جدر مالته يقوم يساعد أنه تدفع زايد فإذا شوفها السيانها طاقية حسا بعد ما يحتاج قص هي عاد راح تنمو إن شاء الله فد شهرين ثلاثة شوفها شكلت شبيرة مديرية زراعة ديالا من جانبها أكدت دعمها لجميع التجارب والأنشطة الزراعية التي تخضع للمعايير العلمية مع تحقيق الجدوى الاقتصادية خاصة مع التغييرات المناخية التي يعيشها العراق وتدهور إنتاج أنواع الفواكه والحمضيات بسبب الجفاف والتصحر والآفات الزراعية أي عملية علميا أيدها أكيد أو ندعمها لكنه لازم نعرف شو نخلل خطوات اللي صاير يعني لربما استخدام منشطات لربما استخدام هرمونات أو استخدام أسميدة مفرط يعني هاي كلها لازم نعرف الفلاح اللي سوى هاي التجربة نعرف خلينا نقول آلية عمله مواطنون طالبوا الحكومة بدعم المزارعين ماديا وإرشادهم نحو الطرق الحديثة والتجارب الناجحة للزراعة بما يتلاءم الظروف المناخية المستجدة بالاعتماد على أنواع البذور والشتلات المقاومة لارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه والمزارع العراقي متأخر جدا لا يواكب التكنولوجيا الحديثة يحتاج ورش يحتاج ورش تدريبية يحتاج توعية إعلامية يحتاج الفرق في كل مديرية الزراعة في كل العراق أنه تنبه الفلاح وتوجهه باستخدام التقنيات الحديثة وتشير تقارير محلية ودولية إلى احتلال العراق المرتبة الثانية بعد السعودية في استيراد فواكه الموزي عربيا كما أن الموزي يحتل المرتبة الرابعة بالمحاصيل الغذائية المهمة بعد القمح والأرز والذرة من حيث الإنتاج وتعد الهند المصدر الأول في العالم أحمد الرسام الحرة ديالا ساعتنا الإخبارية مساء العراق انتهت تابع المزيد من أخبار العراق على فيسبوك وأكس ويوتيوب وموقع الحرة على الإنترنت شكرا لكم على حسن المشاهدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر